عقدت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2021 يوم أمس اجتماعا في بيت الحكمة بالشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسم رئيس مجلس الشارقة للإعلام وبحضور سعد الطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وجوهر النكبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي وخلال الاجتماع أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب التسجيل للدورة الثامنة من الجائزة التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي اعتبارا من الأول من مارس المقبلة وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسم حرص الجائزة على دعم أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي لتطوير القطاع وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة